الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيها لنبكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم حديث القرآن عن السيرة أيها الكرام ونحن نمر في أحداثنا المتتابعة مع حديث القرآن عن السيرة رأينا تلك الأحداث المتكررة التي ذكرها القرآن الكريم والتي تعبر عن تلك المواقف التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين مشرك قريش لأننا لازمنا نتحدث عن العهد المكي ونحن في أواخر أيام هذا العهد أي عهد؟ العهد المكي الذي عاش فيه صلى الله عليه وسلم مع المكيين ثلاثة عشر عاماً نعم ثلاثة عشر عاماً ابتداء من بعثته صلى الله عليه وسلم نهاية بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ابتداء ابتداء بنزول إقراء ونهاية بهجرته صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذه المرحلة ثلاثة عشر عاماً هي المرحلة المكية مر علينا فيها مواقف عصيبة جداً عاشها عليه الصلاة والسلام مع القراشيين لا أقول هو فقط لا بل عاشها عليه الصلاة والسلام وعاش مرارتها كذلك أصحابه الكرام إي والله فكم عانوا من ألوان وأصناف الأذى القراشي لهم وإذا أردت أن تعرف معنى كلامي فاقرأ خبر بلال وصهيب وسلمان وعمار ابن ياسر وأمه سمية وما حصل لها من الأذى بل ومن القتل وهي في حالة صلبها إلى غير ذلك من أنواع وألوان لم يسلم منها حتى بعض أولئك السادة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول أن تلك الألوان من العذاب والأذى طالت أو نالت فقراء المسلمين فقط لا بل حتى بعض أولئك السادة من القراشيين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عانوا من ذلك ولا أدل على ما أقول مما فعل بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب في يوم من الأيام حتى سقط شعره قطعت غديرتيه سقطت من رأسه وأغمي عليه أغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه حتى حمل إلى بيته على أيدي الرجال فلم يفق إلا بعد حين ناهيك عما أصاب عثمان وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه هذا الألم هذه المحن التي كان ينزل القرآن في كل مرة من المرات بتثبيتهم وبيان فضل الله عز وجل الذي أعده لهم وبيان حقارة هذه الدنيا وتفهتها وأنها مهما بذل الإنسان فيها فلا تستحق ذاك البذل الذي يبذله فيها لأن مصيره مكانه مرجعه إلى جنة عرضها السماوات والأرض وذاك الفريق الآخر إلى نار تلظى تلك الآيات المكية المتكررة التي تعالج دوما وفي أول الأمر جانب العقيدة فتثبت الناس على توحيد العبادة لله تبارك وتعالى وتنهاهم عن الشرك كان ذلك أعني الآيات كل هو السور في خلال أو من خلال 82 سورة هي السور المكية من 114 سورة في القرآن الكريم 114 سورة هي سور القرآن الكريم منها 82 سورة هي السور المكية التي نزلت في هذه الفترة الزمنية 13 عاما السؤال الذي يطرح نفسه هل كان كفار قريش أو أقول العاقل الفاهم النضج منهم لا يعلم أن القرآن الكريم ليس بكلام بشر بل هو كلام رب البشر أقول والله لقد كان بعضهم يعلم يقينا أنه ليس بكلام بشر بل هو كلام الله تبارك وتعالى ولكن يصدق عليهم ما قاله الله عز وجل في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تخيل سأبين لك ذلك من خلال هذا الموقف لرجل وسيد من سادات قريش يقال له هذا الرجل عتبة بن ربيعة أبو الوليد أبو الوليد جلس في نادي قريش وعرض عليهم أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه المغريات والماديات وما شاء من أنواع العطاء الدنيوي كل ذلك مقابل أن يتنازل عن دعوته فأيد سادات قريش ذلك وشدوا على يديه فانطلق الرجل وكله ثقة على أن ما سيقدمه من عطاء دنيوي سيكون طريقا إلى تنازله صلى الله عليه وسلم عن مبادئه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعرض عليه تلك الإغراءات المادية الضخمة إن شئت ملكا ملكناك إن شئت مالا جمعنا لك من أنفس أموالنا إن شئت نساء زوجناك أجمل نسائنا إن شئت إن شئت إغراء تلو إغراء فتنة تلو فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع في أجمل صورة وأبهى حلها يستمع لهذا الرجل حتى يتم كلامه فلما سكت عتبة قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد قد أنصت إليك المعنى وسمعت ما قلت فرغت من كلامك أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاستمع وبدأ عليه الصلاة والسلام يقول له كلاما ليس هو كلامه لا ينشئ من تلقاء نفسه أي كلام بل بدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه كلام الله عز وجل الذي قال الله عز وجل له بعد ذلك في العهد المدني في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاستمع وبدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه فقط القرآن الكريم فاستفتح عليه الصلاة والسلام سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون كل ذلك وأبو الوليد يسمع إليه صلى الله عليه وسلم حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هناك قام أبو الوليد قام عتبة ووضع يده على ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الرحمة يا محمد أن تكف خاف من هذا الكلام الذي يكرره عليه الصلاة والسلام وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على قريش في ناديها ينظر إليه سادات قريش فيقولون لقد عاد أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به لقد تغيرت ملامحه تغير وجهه سمع القرآن الكريم ثم يفجرها أمامهم كلمات تكتب للتاريخ والله لقد سمعت كلاما ليس بكلام بشر والله إن أعلاه لمثمر أسفله لمغدق وما هو بقول بشر يعرفون بشر يعرفون ذلك يقينا أنه ليس بكلام بشر ولكنه الإباء والاستكبار الذي يلخص كل تلك المواقف التي عاشها القرشيون في الفترة الماضية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله